أصداء فشل المهمة الدولية في الحديدة وموانئها تتردد في مجلس الأمن يأتي ذلك في أعقاب الشكوى الثلاثية المقدمة من الحكومات اليمنية والسعودية والإماراتية إلى الرئيس الدوري للمجلس الرسالة وفقا لدبلوماسيا عربي رفض الإفصاح عن اسمه تعود إلى 31 ديسمبر وتضمنت اتهاما للحوتيين بالامتناع عن الاتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بصعوبة في مدينة الحديدة واستمرارهم في شن الهجمات وإطلاق نيران القناصة وصواريخ باليستية متوسطة المدى بمدينة الحديدة حتى بعد الموافقة على الهدنة وكذا الاستمرار في إقامة الحواجز وحفر الخناتق في المدينة المطلة على البحر الأحمر المعلومات الواردة من الحديدة تفيد بأن لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار برئاسة الجنرال باتريك كاميرت أخفقت بعد سلسلة من الاجتماعات في التوصل إلى صيغة مشتركة بخصوص التهديئة وإعادة الانتشار وفتح الممرات الآمنة وبدت كما لو أنها تنطلق من الصفر ولا تتأسس على اتفاق محروس بقرار أممي هو الأحدث في سلسلة القرارات التي صادرت بشأن اليمن فلا تطور أكثر من أن الطرفين سلم في آخر اجتماع عقدته اللجنة الأربعاء تصوراتهم الخاصة بشأن هذه القضايا التي تعنى بها هذه اللجنة على أمل بأن يقف الجنرال كاميرت على هذه التصورات لإقتراح الصيغة المشتركة التي قد تسمح وقد لا تسمح بإحداث الانفراج المنتظرة على أعتاب واحدة من أهم الاتفاقات التي أنجزت طيلة الأربع السنوات الماضية من بدء الحرب وللتذكير فإن اتفاق السويد أوكل إلى هذه اللجنة مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة وميناء الصليف رأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوما من سريان الهدنة التي بدأ في الثاني عشر من ديسمبر المنصر وميدانيا أفدت المصادر بتجدد الاشتباكة العنيفة في ثلاثة مواقع رئيسية على الأقل بمدينة الحديدة هي الجامعة وكيل سبعة وقوس النصر وهو تطور يختلف كثيرا عن الخروقات التي كانت تتم من أحد الطرفين على نحو متفرق وعلى نحو ينذر بدخول هذه المدينة مجددا دورة عنف أخرى يصعب التكهن بمداها وبنتائجها القريبة أو البعيدة